يمضي تحالف دعم الشرعية في اليمن في عملياته لرفع الانقلاب عن كاهل اليمنيين ففي عملية نوعية أخرى شمال محافظة الحديدة استهدفت نيران مقاتلاته مواقع عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران بحسب بيان لقيادة التحالف العربي شملت الأهداف المدمرة أربعة مواقع تستخدمها الميليشيات الحوثية في تجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد ونشر الألغام البحرية عشوائيا ووفقا للبيان ذاته يستخدم المتمردون تلك المواقع في العمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وهذه أغمال عدائية تمثل وفق التحالف العربي انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني وخرقا لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة والمدنيون وسلامتهم دائما على رأس سلم الأولويات في أي عملية للتحالف ففي عملياته النوعية هذه شمال الحديدة اتخذ كما يشدد الإجراءات الاحترازية كافة وطلب مسبقا من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة وكلها عمليات لا تؤخر شيئا من دعم التحالف للجهود السياسية كافة لتطبيق اتفاق ستوكهولم